من جانبه كشف الناتق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللوائح رسول تفاصيل عملية القبض على المجرم غزوان الزوبعي اللوائح رسول أوضح أن المجرم من أبرز المطلوبين للقضاء وكان قد نفذ العديد من العمليات الإجرامية أبرزها تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة والإشراف على تفجير مزدوج في مول النخيل عام 2016 وتفجير عجلة مفخخة بالقرب من مرطبات الفقمة في منطقة الكرادة أيضا عام 2017 وتفجير آخر في منطقة الشواكة بالقرب من هيئة التقاعد العامة في العام نفسه فضلا عن تفجير عجلة استهدفت زوار الإمام الكاظم عليه السلام في أثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدور قرب السيلو عام 2016